السلام عليكم ورحمة الله معاكم إبراهيم الشاعري واليوم بتكلم عن كيف تبدأ رياضة الكاليستينيكس قبل ما نبدأ الموضوع إيش هي الكاليستينيكس الكاليستينيكس هي رياضة تعتمد بشكل أساسي على وزن الجسم فيها حركات جنبازية وتتكوم من دايناميك استاتيك ستسا ربس ويتت كاليستينيكس ليش رياضة الكاليستينيكس وإش هي الهدف مننا؟ تعطيك كتلة عضلية تعطيك شكل جسم جميل رياضة ممتعة يمديك تتمرنها في أي مكان تتمرنها في البيت تتمرنها في الجيم ممتعة والتحدي فيها أيضا ممتع مناسبة لجميع الأعمار مناسبة للرجال والنساء وأيضا تناسب المبتدة في الرياضة وغير المبتدة في الرياضة كيف تبدأ الكاليستينيكس وميتة تبدأ؟ أول حاجة لازم تعرف أنه الرياضة هادة تعتمد على وزنك وتوزيع الكتلة العضلية في جسمك يعني يمكن يكون وزنك ثمانين بس إفرق بين اللي وزنه ثمانين وفيه مصلز واللي وزنه ثمانين وما فيه مصلز ويكون أغلب وفات فهذا يؤثر كيف تبدأ الكاليستينيكس؟ عشان تبدأ الكاليستينيكس لازم تكون عندك هذا الأشياء متوفرة يعني عندك لازم يكون فيه قوة الدفع قوة السحب قوة الكور ويكون عندك مرونة ويكون عندك توازن تمارين الأرجل والسكوات أيضا تعتبر من تمارين الدفع هذا الأشياء التي توفرت عندك يكون عندك الكاليستينيكس أسهل وإذا ما كانت متوفرة حتتتعلمها برضو بالأساسيات حق الكاليستينيكس أو البيسيكس إيش الأشياء التي تحتاجها عشان تبدأ رياضة الكاليستينيكس؟ تحتاج عقلة أو بولب بار وتحتاج المتوازي اللي هو الدب بار وأيضا الأرض المعدات غير مكلفة وتنفع لكل الناس والجميع الطبقات العقلة يمديك تشتريها من أي مكان والدب بار يمديك تفصله يمديك تستبدله بالكراسي يعني عندك بدائل أوقات التمرين يمديك تتمرن في أي وقت صباح ظهر عصر مغرب عيشة فجر يمديك تتمرن في أي مكان لأنه أصلا تقدر تتمرن في البيت فأنا أنا حطت لكم جدول لمدة أسبوع في له تمارين وطريقة التمارين فيها بنظام الساكل هذا جدول الكور عندكم أربع أيام في الأسبوع زي ما هو موضح في الجدول والأيام اللي باللون الرصاصي ما يكون فيها تمارين كور في اليوم الأول والخامس أول ثلاثة التمارين على المتوازي وتسووها وراء بعض بدون راحة عشان كذا خليت العدات قليلة والتمارين الثلاثة الأخيرة نفس الكلام بس على العقلة وبعد ما تخلصوا ثلاثة جولات حتسووا الكرنشز جلسة واحدة بأكثر عدد ممكن اليوم الثاني والسادس راح يكون عادي وكله على الأرض ثلاثة جولات وتقدر ترتاح بين كل تمرين وتمرين حتسووا هذا الروتين قبل ما تبدأوا في الجدول الثاني والجدول الثاني يحتوي على تمارين الجسم كامل طيب ليش بطريقة الساكلز؟ التمرين بطريقة الساكلز أو الراوند كيف؟ أول حاجة عندك مثلا خمسة تمارين حتتمرن التمرين الأول بعده ما حتخش جلسة ثانية في نفس التمرين حتروح للتمرين اللي بعده والتمرين اللي بعده واللي بعده واللي بعده وبعدين ترجع لأول تمرين طريقة الراوند أو الساكلز أو الجولات احنا نستخدمها عشان جودة التمرين يعني لمن انت تيجي تتمرن تمرين مصلب وبعده تمرين بلنش ما ينفع تتمرن مثلا خمسة مصلب وبعدها جلسة ثانية خمسة مصلب حتكون الجلسة الثانية موزي الجلسة الاولى يعني حتقل جودة التمرين حيقرب الفورم لكن لمن حتلعبها بطريقة ساكلز انت ألن توصل لاخر تمرين حيكون قيدك ريحت من اول تمرين تقدر تسوي التمرين بنفس جودة الساكل الاول اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة